هنا لما بيجي نتكلم على قطاعات بتشوفوها الدولة مسايبة قطاع يعني ما بتشتغلش فيه على الدكتور مصفى بيقولي بس الفكرة انت يمكن بتمس قطاع بنفسك يعني مثلا يقولك ايه انتوا مهتمين او انا كلمتوا قلتوا قبل كده يعني بالطرق والكباري يا سيدي انت بس اك منك شفت الطرق والكباري اك منك انت بتمشي عليها لكن ده مش معناه ان قطاع زي الزراعة انت ما بتشوفوش لان هو يعني مين مننا من المواطنين الا اللي بيشتغلوا في القطاع ده انا بتكلم اللي احنا بنعمله زيادة يعني الدكتورة لسه بتقول هنا 250 الف فدان هيدخلوا للزراعة الامح السنة دي عن السنة اللي فاتت المفروض كانوا 400 الف مش كده محمد كانوا كام 400 والسنة الجاية 23 يوصلوا مثلا لمليون لو احنا انجحنا لو احنا انجحنا في اللي احنا بنعمله ده بعيد عن الرقعة القديمة بيدين عن الدلتا دكتور مصطفى احنا بنتكلم هنا على الدلتا الدلتا الجديدة وبنتكلم على تشكا مشارع عينات معناها ان انا ازود ويبقى مثلا مليون فدان معناها في زرعة واحدة هدخل من اثنين ونص لثلاثة مليون تن حسب قدرتنا في في الزراعة فانا عايز اقول ايه ان في القطاعات المختلفة الدولة شغالة فيها كلها مش غفل يعني لا تخفى القطاع لا تخفى القطاع اتصالات تعليم صحة صناعة صناعة زراعة مفيش قطاع احنا سايبينه بس وانا مش هقول ان الاعلام ما بيغطيش ده فمن فضلك وغطوه كويس لا مش هقول كده لكن انا بقول للناس ما ما تتعودوش ترددوا اللي بيتقلوكو يتريملكو كده فانتو تاخدوه تقولوه لا مع الوضع في الاعتبار ان البيانات دي كلها متاحة برضو على موقع مجلس الوزراء وعلى الوزرات المختلفة يعني لو دخلت على النقل اللي حتشوف دخلت على الكهرباء حتشوف دخلت على الزراعة حتشوف او على الموقع بتاع رئيس الجمهورية توقفوا كتير قوي على اننا كدولة نوفر مليون فرصة عمل سنويا زيادة عن دلوقتي